وفاة أخينا الدكتور صديقنا في زميننا ورفيق النضال حقيقة الدكتور عبدالله المقيرحي هذا الرجل الشهم اللي كان يعشق أمرين كان يعشق ليبيا ويعشق الحرية هذا الإنسان عرفناه منذ سنوات وتعاملنا معه وكان دائما وأبدا مرتاح وفرح ودائما بشوش ومبسوط ولا يلاقي أي شخص إلا بابتسامة عريضة هو رغم المحن رغم الآلام رغم المصائب اللي تلقاها لكنه كان راضي بقدر الله إنسان مؤمن وكما ذكرت لك كل يعني كل ما نلتقيه ولا نتحاور معاه نعرف منه أنه يعشق أمرين في هذه الحياة يعيش الحياة بعشق ليبيا ككل كل المدن الليبية كل الشعب الليبي يعني يحب الليبيين بشكل ويحب لهم الحرية كان يعشق الحرية يعني متلازمة عند ليبيا والحرية ضروري بلا أن الشعب الليبي يعيش حرية يعيش في أجواء يعني أبعد ما تكون عن أجواء العهد السابق اللي هي أجواء الظلم والديكتاتورية والفرد وعبادة الأفراد هذه كان يحاول أن يعني كل حياتها يرسمها ويخطط كيف ينقذ الليبيين من هذه الحياة البؤس اللي كانوا عايشينها وحقيقة يعني كما تعاملنا معاه نعرف إمكانيات الكبيرة كان فعلا دكر السادة المتحدثين من قبل كثير من الكلام حول إمكانيات الداتية موهلات العلمية كان قائد من قادة الحرية في هذا الوطن أسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يعني بنتقدمه بالتعازي لكل أحرار ليبيا لآل المجيرحي لزوجته وهي ما تبقى له من عائلته الصغيرة يعني ترجمة نانسي قنقر